يحاول أهل بيروت لملمت جراحهم وما انتبقى من منازلهم ومحلهم التجارية الكل يكاد لا يصدق أن ارتدادات انفجار مرفأ بيروت حولت المنطقة في دقائق إلى ركام أصوات الأليات التي تعمل على رفع الأنقاض لا تهدأ تماماً كالطوافات التابعة للجيش اللبناني التي بدأت من ساعات الصباح الأولى بإطفاء الحرائق في المرفأ عم نحاول نتطلع ع بيوتنا عم نحاول نقدر نوصل للبيت هيدا المحل بنشتغل فيه وهيدا بيتي وهيدا المنطقة وسياراتنا كلها كل شي رح ونحن أكيدين أنه ما حدا رح يعودنا وطلعه على البيت ما في كتفوته على البيت على البيت ما بينفات وين رحتوا أمنونكم مراكز إيواء أو رحتوا عند إقراء ما حدا إيجا صابنا ما حدا إيجا عنا وين تكون لا مبارح برامنا على المستشفات هون ما في ولا مستشفات لأنا على المستشفى مريوسف وعلى الأرض القطبونا الشيخ عمستاشر قطب كل الكهرباء فقعت الحديد كله نزل كل شي تكسر تحت يعني بدنا شوية مساعدة بس بأي من الأنقاض لنقدر نشوف الكهرباء ما حدا تضرر بس الحمد لله أنه في شوية جرحة بس أنهم موت ما فيه في محيط مؤسسة كهرباء لبنان يحاول المنظفون قدر المستطاع توضي بما يمكن من الفواتير والمستندات الرسمية حيث الدمار شمل كل أرجاء المؤسسة رئيس الهيئة العليا للإغاثة ورئيس بلدية بيروت اللذاني جالا على المنطقة المنكوبة أكد أن الأولوية لإيواء العائلات التي تضررت منازلها وأصبحت غير قابلة للسكن كلفنا شركة جهاد العرب بكل طاقة تنزل على الأرض وإذا عايزنا شركات تانية كمان هننزلها الأهم شي هي تنظيف الطرقات الرئيسية والداخلية نفس الوقت هلأ بلش الجيش وليش نتكشف الجيش مع اللغاصة بنعند خارجية ونزول على الجمازة على الكهرباء وممتدأ من شماله واجنوبا حتى ننفع التقريض غيري وعملية الإيواء كل اللوتلات هي بتصرف المواطنين وهذا نحن نتحسب مع اللوتلات قبل كل شي بدنا نشوف كيف بدنا نساعد أهالي المصابين والمصابين وأهالي اللي توفوا هيدول كيف بدنا نكون مساعدين لألون تاني شي بدنا نعمل مسح شامل للمنطقة كلها ياتا اتصلت مبارح بالليل بتلات أكبر شركات استشارية تالت شي بدنا نأمن إيواء للناس وربع شي بدنا نأمن مواد الغذائية إذا اضطرنا إذا في حدا مضطر هذا إذن بيروت منكوبة ولا شيء يعز الأهالي سوى معرفة النتائج الرسمية للتحقيقات لتحديد الأسباب والمسؤولين عن الكارثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر